السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لعك لفيديو اذا ما كنتم اشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس اليوم جعب لكم 17 طريقة لحل مشكلة الانترنت على حاتف اندرويد مثل ما تشوفون المشكلة ظاهرة انه ما اتصل بالواي فاي ولكن الانترنت لما افتح المتصفح رائع عطيني هذا المشكلة يقول لي هذا السايت الموقع ما تقدر تدخل يعني ما في انترنت وهذا الكلام اوكي كيف تحل هذا المشكلة ب17 طريقة اوكي الطريقة الاول هو طبعا انا بتجرب واحد واحد لين 17 نشوف اي طريقة تضبط اوكي الطريقة الاول يقول لك لازم تفعل وضع الطائرة بعد ما تفعل وضع الطائرة اتصل بالواي فاي شغل الواي فاي اوكي اوكي ناشي منشوفون اتصل بالواي فاي وانت مفعل وضع الطائرة يعني انت مفعل وضع الطائرة شغل الواي فاي اوكي بعد ما تتصل بالواي فاي الاحين جرب افتح المتصفح جرب انك تدخل على اي موقع اوكي نفس المشكلة ضاحة ناشي منشوفون اوكي نفس المشكلة ضاحة اذا نفتح جوجل ناشي منشوفون ما في انترنت يقول لك الطيران مفعل لا تتوفر جرب في الوضع الطيران ولا تصال بالشبك الواي فاي ناشي منشوفون نفس الطريقة الجربنا ولكن ما ضبط اوكي نروح للطريقة الثانية الطريقة الثانية يقول لك لازم تفعل لازم تستخدم متصفح اخر لتتأكد انه في انترنت ولا لا اوكي عشان يمكن المشكلة من متصفح كروم اوكي نفتح متصفح اخر مثلنا نشوفون هذا هو المتصفح اخر متصفح سامسونج اوكي نفتح متصفح اخر نفس المشكلة ظاهرة اوكي هذا هو الحل الثاني ما ضبط نروح للطريقة او الحل الثالث اوكي يا شباب الحل الثالث يقول لك طفي المودم الراوتر ناس ما تشوفون طفي المودم بعد ما طفي المودم شغل مرة ثانية اوكي بعد ما تشغل المودم راح ننتظر لين ما يجبك المودم بالانترنت طبعا هن راح بوقف الفيديو وبرجع لك اوكي بعد ما طفيت المودم وراح اشتغل المودم اوكي الحين راح افتح متصفح راح اشوف نفتح ناس ما تشوفون نفتح اي موقع مثلا هذا الموقع ناس ما تشوفون نفس المشكلة ظاهرة اوكي ناس ما نفس المشكلة ما ظاهرة نروح للطريقة او الحل الثالث او الرابع اوكي الطريقة الرابعة لحل مشكلة الانترنت على حاتف اندرويد هو انك تشغل برنامج وي بي اين يمكن الموقع اللي تدخلها محظور نجرب نفتح وي بي اين نفتح وي بي اين ونفعله مباشرة وراح ننتظر لين ما يتصل بالوي بي اين نشوف يتصل ولا لا اوكي ناس ما تشوفون اتصل بالوي بي اين اتصل بالانترنت يعني موجود انترنت ولكن في مشكلة نشوفو اذا نحن فعلنا الوي بي اين اذا نفتح موقع ناس ما تشوفون نفتح موقع مباشرة يدخل شوفو لاحظو ناس ما تشوفون في انترنت شوفو ولكن يمكن المشكلة شوفو لاحظو الحين في انترنت مع الوي بي اين في انترنت ولكن اذا نغلق الوي بي اين شوفو اذا غلقنا الوي بي اين شوفو نكتب اي شيء ندخل في الانترنت ناس ما تشوفون بدون وي بي اين ما يدخل كيف نحل هذا المشكلة نروح للطريقة الخامس اللي حل المشكلة الطريقة المتالي لحل مشكلة الواي فاي على هاتف اندرويد هو مسح ذاكرة تخزين المأقت في متصفح كروم او اي متصفح اخر تفتح متصفح كروم تضغط على هذا الثلاث نقاط بعد ما تضغط على الثلاث نقاط اضغط على كيلير بروس هذا الخيار افوا هذا الخيار اضغط عليها اوكي الناس ما تشوفه راح تظهر هذه الخيارات اوكي راح تتأكد انك انت مفعل هذا الثلاث خيارات اوكي الناس ما تشوفه واحد اين ثلاثة اضغط على كيلير داتا يعني مسح ذاكرة تخزين وما اضغط على كيلير مرة ثانية خلاص الحين تم حذف ذاكرة تخزين المأقت اوكي الناس ما تشوفه نفس المشكلة ظاهر شوفه نفس المشكلة ظاهر اوكي نروح للطريقة والحل التالي وكي اкі ها تش المشكلة ظاهر الناس ما يشوفونه Taylor اوكي بعد ما اتفع اعادة تشغيل من الجهاز تراغوا نقوم بتقوم بتتوقع اوكي بعد ما اشغلت الجهاز sin transgressive اوكي نطريق راح نتصل بالواف اي فاي نصبه تراغوا اوكي بعد ما شغلت الجهاز من جديد اوكي نحن انتصل بالواف اي فاي اوكي هنشوفون اوكي راح نتصل بالواي فاي والحين راح نجرب الانترنت موجود او لا نفتح ايه متصفح اوكي نكتب اي شي مثلا ونضغط على انتر تشجيل دخول الناس ما تشوفون المشكلة لسه ظاهرة اوكي نروح للطريقة التالي اوكي الطريقة التالي هو يقول لك انك تفتح متصفح المتخفي ناس ما تشوفون هذا الخيار اضغط عليها والحين نجرب الانترنت موجود او لا اضغط على بحث ناس ما تشوفون نفس المشكلة ظاهرة نروح للطريقة التالي الطريقة التالي انك يقول لك اغلق جميع العلامات التابوت للمتصفح ناس ما تشوفون هنا بتحسل علامة التابوت كل متصفح فيه هذا علامة التابوت اوكي راح نسوي اغلاق كل العلامات اغلاق اوكي الحين نروح للمتصفح كوروم ايضا نغلق العلامات التابوت كلها اوكي بعد ما غلقنا اوكي الحين نجرب في انترنت ولا لا اوكي نفتح ايه متصفح مثل متصفح سامسونج وغيره اوكي ناس المشكلة ظاهرة نروح للطريقة التالي اوكي يا شباب نروح نجرب هذا الطريقة اكيد تضبط انك تسوي عادة عين للشبكة كيف؟ الطريقة جدا سهل اه تروح تفتح العدادات مثل ما تشوفون تضغط على هذا علامة التروس انزل تحت اختار ادارة العامة او لا اختار ادارة العامة اضغط عليها الحين نروح نزل لاخر شي بتحصل هنا اعادة تعين اعادة ضبط اضغط عليها هنا اختار اعدادات ضبط الشبكة اضغط عليها طبعا هي بيحدد لك انك تختار سيم واحد ولا سيم اثنين اضغط على اعادة ضبط اضغط على هذا الضبط راح نجرب الحين اثنين اضغط على هذا الضبط اعادة الضبط الشبك خلاص الآن تجرب تفتح تتصل بالواي فاي راح نحط بعد ما حطنا الرب اضغط على اتصال بعد ما سيسوي يعادة عين للشبك خلاص الآن جرب تفتح انترنت ولاحظ انه في انترنت ولا لا اوكي الحين ناس متشوفون نفتح هي موقع لاحظ في انترنت ولا لا اوكي نبحث عن موقع خلاص ناس متشوفون تم حل المشكلة وبس هذا هو الطرق في طرق اخرى لم اذكرها في الفيديو ادخل الديسكريبشن هناك طرق اخرى اذا ما تجربت كل الطرق اللي في الفيديو ما ضبط في طرق اخرى الرأس شرح في الديسكريبشن وبس هذا هو المقطع مع السلام